اهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج بنسام وعمار حلقتنا النهاردة حول الدور المتضخم لشركات التكنولوجيا وكيفية التعامل معها لكن خلينا نبتدي من التحول التاريخي في أمريكا مع بدء رئاسة جوبا أكيد هو تحول تاريخي كبير وأكيد في توقعات كثيرة بالمنطقة حول الدور اللي حيعمله جو بايدن والسياسات اللي حيتبعها هي المجموعة من الملفات الهامة بس أنا بأعتقد طبعا أنه بالمرحلة الأولى على الأقل التركيز تبع جو بايدن هيكون على الملف الداخلي وعلى قضية مكافحة الكورونا بالذات نحن بنهاية الشهر المقبل التوقعات أنه هيكون صار عنا أكتر من 500 ألف حالة وفاة بأمريكا وهذا الشيء يعني ما كان حدا متوقع على الإطلاق ببداية الأزمة فنحن عنا مشكلة كتير كبيرة للاستلقاحات ما عم يتم توزيعها بشكل جيد ولساتنا حنضلنا لأشهر طويلة عم نتعامل مع موضوع كورونا وبعدين عندك الملف في الصلح مع الجمهوريين والتهديئة مع الجمهوريين هاي القصص حتاخد جهد كتير كبير من بايدن وعلى الأرجح هو حيترك الطاقم السياسي الخارجية تبعه هو اللي يتعامل مع الملفات بالمنطقة وحي ركز ويعطي أولوية وجل امتباهه بالحقيقة للوضع الداخلي إدارة بايدن تقدم نفسها أنها سوف تعيد مكانة أمريكا حول العالم ربما الملف الأبرز في منطقة الشرق الأوسط هو هل ستعود المفاوضات مع إيران للعودة إلى الاتفاقية النووية اللي كانت موجودة أيام أوباما وطبعا تبعات ده على دول خليج المختلفة عندنا موقف أكثر حدة من الإدارة الأمريكية الجديدة تجاه النظام السعودي كان عندنا تغريدة لمستشار الأمن القومي الجديد بيتكلم فيه على أنه هو ضد الاعتراف بالحوثيين كجماعة إرهابية أعتقد أنه هنشوف ضغط على السعودية في ملف حقوق الإنسان وأيضا في الملف اليمني عندنا أيضا التعامل مع قضايا مختلفة في المنطقة ربما أبرزها هل هنعود إلى ما قبل إدارة ترامب اللي ركزت على عملية السلام بين إسرائيل والدول العربية كإطار خارجي دون التركيز على الإطار الداخلي بتاع الفلسطينيين والإسرائيليين هل إدارة بايدن أعتقد أنه هنشوف عودة إلى التركيز على مركزية القضية الفلسطينية على مفاوضات مباشرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين أكيد فيه حيكون مقاربة جدا مختلفة وأكيد وجود عدد كبير من الناس اللي كانوا بإدارة أوباما موجودين هلأ بوزارة الخارجية حي يعطي مجال لأنك أنت تتوقع أنه أكيد مقاربة بايدن حيكون مختلفة عن مقاربة ترامب بس أنا بتمنى أنه على أقل ببعض القضايا الخلافية مثل الملف الإيراني أنه يتأنى قبل ما يحاول يعمل أي خطوات بهذه المرحلة إذا هو يريد فعلا يبني علاقة جيدة مع الجمهوريين هو بحاجة لأنه يتعامل مع الملفات الأقل خلافية سواء على الصعيد الداخلي أو حتى على الصعيد الخارجي فيمكن يعني هو جزء رجاء وجزء توقع أنه هو ما يتحرك بسرعة كبيرة على العلاقات الإيرانية هناك أيضا ملفات أخرى تتعلق بالموقف من اعتراف إدارة ترامب بالصحراء الغربية كجزء من المغرب تتعلق بملف حقوق الإنسان خصوصا في العلاقة مع دولة زي مصر تتعلق بالحروب الأهلية المستمرة في المنطقة وعدم الاستقرار في دول زي سوريا وليبيا كيفية التعامل مع انهيار الدولة في لبنان كيفية التعامل مع الحليف اللدود الصديق العدو في تركيا أعتقد أن احنا هنشوف موقف أكثر حدة في التعامل مع إردوغان ومشاريعه في المنطقة من تعامل إدارة بايدن مع الملفات المختلفة إلى من المسؤول عن الفشل السابق عندنا مقالة بتنزل هذا الأسبوع ربما بمناسبة الذكرى العاشرة لأحداث الربيع العربي مقالة للأستاذ في جامعة كولومبيا لدراسات الشرق الأوسط جوزيف مسعد بيحمل فيها العلمانيين المسؤولية التامة عن فشل الربيع العربي تحت عنوان العلمانيين الليبراليين ضمروا الصورات العربية لا تجعلوا ذلك يحدث مرة أخرى يعني أنت لما تتعامل مع قضية مثل العلمانيين الليبراليين بدون ما تعرف مين هن الليبراليين عمليا بإمكانك تخبص وتقول الشي اللي أنت بدك ياه عمليا هو قال الإخوان المسلمين الليبراليين ضمن المقال يعني الإسلاميين الليبراليين يعني أنا صراحة ما لي فهمان كيف إسلامي وليبرالي بنفس الوقت بس الإخوان الليبراليين والقومجية الليبراليين وكل اللي هي الليبرالي يعني عمليا أنت كل شي كرهته بالمنطقة والليبراليين هنن الغلطانين مثل ما بشار الأسد عمل بخطابه من فترة أنه الليبراليين هنن السرطان والليبرالية الحديثة هي انحلال أخلاقي وإلى آخرية صارت بيحكي بالأخلاق الزلمي يعني عندك مشكلة كبيرة كبيرة بالحقيقة لما أنت عم تحاول تتهرب من كل مشاكل المنطقة وكل الأغلاط اللي عم تصير فيها وتحملها بس لطرف واحد ما عنده ولا حزب واحد أساساً عليه القيمة عم يحكم أو عم شارك بالحزم لا المقالة عجيبة جداً بصراحة يعني كلام بيقولك عقد من الزمن على ثوارات عربية ضد النظام الرأسمالي الأمريكي الأوروبي ايه؟ مين فين؟ ازاي؟ طب ليه؟ مش مهم أن كان فيه تأييد غربي كبير جداً للدكتاتوريين اللي سقطوا لبن علي وعلي عبدالله صالح وحوصن بارك بن علي ما كانش مهم ولا تونس أصلاً مهمة في قريطة العلاقات الأمريكية أنا هيبقى فيه دعم لي أصلاً ولا حد خباله من اللي بيعتصر في تونس ومباركة قال له من أوباما now is now when he's got to go وعلي عبدالله صالح برضو ما كانش فيه اجتمام غربي لي فشيء عجيب بصراحة الغرب ضمر ليبيا وضمر سوريا مش مثلاً أن بشار هو المسؤول عن تدمير سوريا لا لا الغرب هو المسؤول وزي ما انت قلت الليبراليين الإسلاميين كل بصراحة المنطق العجيب اللي بيطرح في هذه المقالة لكن فيه نقطة أساسية واضحة هنا هي أن هذا الخطاب بيقدم باللغة الإنجليزية باعتباره خطاب ثوري باعتبار أنه هو جابت ديب من ديله أنه هو لأ مجموعة جديدة هي اللي هنلومها على الموضوعاتها في حقيقة الأمر هذا هو بالضبط الخطاب التقليدي للطائرات القومية والإسلامية في المنطقة خلينا نكون صريحين أكيد كثير من الليبراليين انصدموا بالحقيقة من قديش الشارع الإسلامي كان قوي وتحرك بقوة من خلال الثورة الربيع العربي أكيد هنا لما حاولوا يعملوا علاقات أنا ببحثي كمان من تجربتي بالموضوع السوري أنه حاولنا نعمل علاقات مع الطائرات الإسلامية ونهدي شوي ونكبح جماعة هذا التصعيد هلي صار ونحاول نمشي باتجاهها أكثر انفتاحا على التنوع بمجتمعنا وقربا من التوجهات الديمقراطية وفشلنا بهذا الموضوع أكير كان في صدمة بس مون إحنا المسؤولين لا عن أنه هذا الشارع صار إسلامي ولا عن أنه الثورات فشلت الثورات فشلت بسوريا بسبب الشيء اللي صار أساسا من قبل القمع من قبل نظام الأسد تدخل روسيا تدخل إيران تلك أمريكا وسياسات المتضاربة تبع أوباما يعني فيه إلى كتير تفسيرات وأكيد كان فيه تعاطف بمصر مثلا من بعض الليبراليين مع انقلاب هلي صار على رغم من أنهم كانوا بدون انتقال ديمقراطي لأنهم خافوا من التوجه تبع الأخوان المسلمين وتوجه مرسي والسياسات التي تبعها بس فيه الغلط هلي صار هو غلط من التيارات الإسلامية وغلط من الأنظمة القمعية يعني الليبراليين كانوا دائما وجود كتير هامشة بهاي الحركات عم نحاول هو شيء عجيب جدا أن انت تمسك في الحلقة الأضعف وتقول هي دي السبب يعني مش مثلا القوى العسكرية والمؤسسة العسكرية هي لمسؤولة مش مثلا الإخوان المسلمين اللي وصلوا للسلطة في بلاد مختلفة ونقدر نتكلم على سجلهم في السلطة مش أي حاجة من دول لا لا هم الخمسة اللي كانوا قاعدين على القهوة اللي بيقولوا ان احنا لبراليين هم دول سبب المشكلة واحنا لقيين لبراليين في الشرق الأوسط لما نلقمهم على حاجة وبعدين فكرة اللوم في حد ذاتها يعني فيه قدر مرعب من عدم تحمل المسئولية عند جميع الأطراف في المنطقة وبتأكدوا هذه المقالة اللي مرة أخرى بتعكس بالضبط نفس الخطاب الفاشل بتاع المنطقة ان المشكلة في الأطراف الأخرى هم وحشين الغربة هو اللي بوازها لا هم دول اللي عملوا لكن احنا ملايكة نزلين من السماء ياه هو احنا فيه زينا يا راجل ما بعرف عنك أنا ملايك أكيد وطبعا كل الخطاب كالعادة بينطلق من فكرة مركزية القضية الفلسطينية فواحد زي بشار يبقى ديكتاتور حلو لأن هو مع القضية الفلسطينية من وجهة نظر جوزيف مسعد بينما التانيين حسن مبارك ديكتاتور وحش خلينا نتقل إلى قرار سعودي بينشر أن مجلس الوزر هناك بيقرر التشهير بالمتحرشين من خلال أن أي حد متحرش هيتم نشر خبر بالحكم عليه باسمه وعلى تكلفته الشخصية في الجورنال الفضيحة هتبقى عالمية يعني بتعرف التحرش جريمة جدا خطيرة ومنتشرة للأسف شديد بمنطقتنا فأنا مع أنه يكون في جدية أكتر بالتعامل معها بس أنا برأيي الغرامات السجن من إعادة التأهيل من خلال دورات تعليمية يمكن تكون مقاربة أفضل من طريقة التشهير أنا خايف التشهير يتحول لنوع من التنمر الرسمي أنا خايف التشهير اليوم يكون بواحد أنت أكيد ما ستتعاطف معه اللي هو المتحرش بس بكرا يصير مع الإمرأة لأنه مو لابسة بطريقة معينة وأساسا هذا الشيء عن مصير أو يحرشوا بواحد عنده رأي سياسي مختلف إلى آخره نوع من التنمر الرسمي اللي ما حينتهي نحنا مجتمع عنا دائما عنده إحساس بالوصائية على الفرد ما بدنا نكرس هذا الشيء هلا كمان على الصعيد الرسمي أنه المجتمع كمان هو اللي لازم يعاقب الأفراد على جرائمهم الدولة بتعاقب ولازم احترام شوي للخصوصية حتى الإنسان المتحرش لأنه ما بتعرف كمان أنه بالمستقبل هو ممكن يتغير زلم يعني أنت يعني عرفت المشكلة الرئاسية أن دي هتبقى حاجة إلى الأبد موجودة في السجل بتاعه بمعرفة جميع الناس أن جرانك هيبقى عارفين هذا الشخص متحرش طيب بعد عشر سنين بعد عشرين سنة بعد ثلاثين سنة هل إحنا النهاردة بقينا بنسمح للناس أنها تتطور ويتغير سلوكها حق هذا الفرد في خصوصيته الشخصية هل بنحافظ عليه أو لا إحنا عندنا خبر أخير من منظمة الصحة العالمية المكتب الإقليمي بتاعها في أوروبا بيحذر من حالة التنييز اللي موجودة في توزيع اللقاحات بتاعت الكورونا أن عشر دول أوروبية حصلت على خمسة وتسعين في المية من اللقاحات الموجودة عند أوروبا كلها يعني ما بعرف أنا ليش عم يستغربوا هذا الشي بالنهاية الدول الأوروبية هي اللي طورت وتمويل أميركي كمان إيجا على الموضوع هنن هل يطوروا العلاج وطبيعي إنه هنن كمان يكونوا مسؤولين قدام شعوبهم هنن حكومات منتخبة أكيد لو إيجوا بدي أعطوا هلأ مثلا أدوية لدول أخرى الشرائح الاجتماعية تبعهم قبل ما تكون تعالجت حيقولوا لهم شو عم تعملوا يعني فأكيد هنا المطالبين أول شيء بمعالجة الوضع الداخلي بعدين أنا واثق تماما إنه هنن حيمولوا وحيعتوا هاي اللقاحات للدول الأخرى من أوروبا الشرقية لأطبيقيا لآسيا أنا متفاهم غضب البعض من فكرة إنه فيه تمييز بس أنا للأسف فيه حقيقة نحن نازم نواجهها إن العالم آه فيه عدم مسواة ده واقع وجزء من العالم فيه دول هي اللي عملت هذا العقار وفيه دول كانت أعدى في الخضيقة بتتفرج عليهم فطبيعي جدا إن اللي عمل هذا اللقاح هو اللي هيستفيد منه الأول لأنه زي ما انت قلت عمار مسئولية أي رئيس لأي دولة أو رئيس وزراء لأي دولة من دول هي تجاه شعبه أولا مش ممكن رئيس وزراء إنجليزي هييجي ويوزع اللقاح يدي هدية لمصر اللي ما عملتش أي حاجة علشان تلاقي اللقاح والشعب الإنجليزي نفسه ما تمش تلقيحه شركات التكنولوجيا خصوصا شركات مواقع التواصل الاجتماعية أصبحت قوة لا يمكن الاستهانة بيها قوة النهاردة بتقدر إنها توقف الأكاونت بتاع رئيس الولايات المتحدة الأمريكية نفسها قوة النهاردة بتتهم إن هي قادرة على معرفة كل شيء عنك من أول ما تصحى الصبح لغاية ما تنام حتى تعرف أحلامك هذه قوة هل أصبحت أقوى مما يلزم وكيف نتعامل معها نحن شفنا بالفترة الماضية هو قدرتها على استخدام البيانات الشخصية للمشاركين لأغراض تجارية شفنا تدخلها أو تسهيلها لعملية التدخل بالانتخابات والنفوذ صار كتير كبير بالانتخابات الأمريكية سواء ب2016 ولا 2020 شفنا الصين كيف تستخدمها بالحقيقة بمتابعة الناشطين بمتابعة الأويغور بالحقيقة من خلال تقنيات التعرف على الوجه شفنا كيف استخدام الفيسبوك بعمليات الإبادة اللي صارت بميانمار شفنا اعتراضات وانتقادات قدمت من الناس ومن الحكومات وهي الجهات تجهالتها لفترة طويلة من الزمن شفنا غرامات فرضت عليها من قبل الدول الأوروبية ومع ذلك ما تأثرت بالحقيقة طريقتها بالعمل ففعلا هاي الشركات صارت كبيرة وضخمة لدرجة أنه عم يكن لأثر كتير كتير بحياتنا بس ما عم نكون عنا قدرة على التأثير على صنع القرارات فيها ما فينا نقاطعه لأنه المقاطعة بتضرنا أكثر ما بتضره فعنا مشكلة بالحقيقة صار لازم نقول ونسأل كيف نحنا لازم نتعامل مع هاي الشركات وده اللي بيتراحه مستثمر سابق في فيسبوك نموزج أعمال شركات التكنولوجيا هذه يمثل خطرا على الديمقراطية والصحة العامة والخصوصية وذلك لأن بياناتنا الشخصية يتم التعامل معها كأصول والشركات تقول إذا لمسنا البيانات أو اشتريناها فإننا نمتلكها وأنا أزعم أن هذه البيانات حق مدني إنها حق من حقوق الإنسان تعرفها ماريخنا زمان كنا بنبقى خايفين من الحكومات يعني كل محاولات الدستير كل محاولات النضال الحقوقي حول العالم هي علشان تحمي نفسك من الحكومة باعتبار الحكومة هي البعب والأجبر النهاردة عندي وضع أن الخطر جايب من شركات خاصة أصبحت أكثر معرفة بتفاصيل حياتي من جهاز المخابرات الأمريكية يعني لما نبص النهاردة لفيسبوك يعرف إيه عني هو يعرف أنا فين بالزبط واهتماماتي حتى الاهتمامات اللي أنا مش عارفها يعني هو بي رائب أنا بتفرج على إيه وبتابع إيه وبدخل على إني صفحات وبشتري إيه هو عارف معلومات عني أنا نفسي معرفهاش يعني بالحقيقة اسمع فيه جوانب إيجابية لهذا الشيء وفيه جوانب سلبية بس أنا برجع معك لموضوع أنه بالفلسفة الليبرالية نحن نخاف من الدولة الكبيرة وتوغلها بمجتمعاتنا بس على الأقل بالدولة الديمقراطية فينا نقول أن الدولة الديمقراطية نحن فينا على الأقل نسيطر على القرارات فيها ويكون لنا مشاركة من خلال عملية التصويت مع الشركات هذا الشيء غير متاح قدامنا إلا إذا كنت أنت مستثمر كبير وعندك أسهم كثيرة بهذه الشركة المقاطعة مثل ما أنا ذكرت قبل شوي ما عم تنفع مع هذه الشركات لأننا عم تضر المقاطع أكثر من المقاطع فعننا مشكلة فصار لازم نحن بالحقيقة نعدل وجهة نظرنا الليبرالية حاول موضوع أنه أي شركة كبيرة ما بتكون نحن قادرين على مسائلتها بتشكل بالحقيقة تهديد يمكن ولازم نحط ضوابط لعملها فهل الضوابط هي خوانين حكومية ولا هاي الضوابط ممكن الشركات هي تفرضها على نفسها وتتقيد فيها هذا سؤال بالحقيقة يعني قضية الخصوصية المثارة اليومين دول بسبب النقاش حول واتساب وعدد الناس اللي بقوا بيروحوا السجنل وهنفضل نشوف هذه القضية مطروحة بس في جانب آخر أيضا من قضية الخصوصية أعتقد أنه مهم هو فكرة اطلاع مثلا جهات العمل على الحاجات اللي انت بتكتبها في الاكاونت الشخصي بتاعك يعني النهاردة عندنا عدد من الشركات أو عندنا أصبح أغلب الشركات بتطلب أن هي تقدر تبص على أنت بتكتب إيه على وسائل التواصل الاجتماعي قبل ما تعينك أو أن أشخاص يتم رفضهم بسبب حاجة قالوها في موقع التواصل الاجتماعي ما بقاش من حق البناء دم أنه هو يبقى عنده رأي شخصي بعيد عن الحياة العامة بتاعه العام والخاص أصبحوا مختلطين تماما بسبب وسائل التواصل الاجتماعي أو حتى قدرة الشخص أنه هو نفسه يغير من أفكاره يتطور يعني لما نشوف النهاردة قصة على بنت بيتموا معقبتها بسبب فيديو عملته وهي عندها 15 سنة قالت فيها كلمة غير مقبولة فالجمعة ترفضها التطالبة دي مشكلة حقيقية تتعلق بالخصوصية بالحقيقة لازم نصير في حوار حول موضوع أنه القصة مو بس خصوصية القصة كمان قدرة المجتمع على احترام بأنه الناس بتتغير الناس من سنة لسنة ممكن أراءة تتغير ستنضج ممكن تروح باتجاه أسوأ باتجاه أفضل وبعدين هناك أراءة خاصة لا يمكن أن يكون بالمجتمع علاقة فيها يعني أنت لما تشتغل بشركة معينة كمهندس يريدون أن يكون كبراتك كمهندس مفروض أنه إذا كان لك رأي بالسياسة لا يعجبهم حتى لو كان إشكالي أنه لم يدخلوا بالموضوع لكن المشكلة هنا أنه صارت القضية قضية رأي عام وسمعت الشركة كمان إذا بدأ تعطي مجال لأشخاص لنقول عنصريين يشتغلوا فيها فالشركة نفسها ممكن تكون معرضة للمقاطعة يعني القصة مو به السهولة بس الحوار لازم يكون هل عم يصير كمان عم يكون حوار جدا في استقطاب ما عم يكون في مجال لأنك تبدي رأي وتناقش القضية بحقيقة بتفاصيلها بدون ما مباشرة تضع بزاوية أنه يا معي يا ضد فكمان هل ما عم يسهل عملية النقاش حول هذا الموضوع هو حالة الاستقطاب اللي عم نشوفها بالمجتمعات اللي هاي الوسائل عم تكرسها من ناحية ومن ناحية أخرى نحن مضطرين نحكي يعني أنت طرحت القضية الأخرى من قضية الخصوصية إلى حرية التعبير عندنا النهاردة مشكلة حقيقية فيما يتعلق بحرية التعبير مرة أخرى قوانين كانت بتحاول إن هي تحمي حرية التعبير المواطن أو الدستير من قبل الدولة النهاردة عندنا شخص ومش أي شخص رئيس الولايات المتحدة الأمريكية شركة بتقرر إن هي تمنعه مش بس ده عندنا عدد من الشركات فيما يبدو إن هو قرار جماعي من شركات واسئة للتواصل الاجتماعي مش بس بمنعه لأوا لما المؤيدين بتوعوا رحوا للبديل المتاح اللي هو بارلر عندنا قرار من شركات الإنترنت إن ما يبقاش فيه أصلا بارلر موجود يعني النهاردة أبل النهاردة أمازون بيقرر لي أنا مسموح لي أشوف هذا الموقع أصلا ولا لأ لو ده مش اعتداء على خرية التعبير المبال إيه اللي اعتداء؟ هون بدنا نشوف بالحقيقة لأنه عندك الساكشن 230 هذي بيحكم عمل مواقع التواصل الاجتماعي بيعطيهم مجال إن هن أبرياء من المحتوى هذي عم ينشر على صفوفهم بشرط إنه يكون في عندهم يبدو حسنية بطريقة التعامل مع هذا المحتوى لما يجاوز حدود معينة الحدود هذي عم يحكوا عنا هي حدود التحريد دعيني سام بس أعطيك أمثلة على نماذج بالحقيقة من الخطاب الذي كانوا موجود على بارلر والذي استشهد فيه أمازون بيرده على القضية التي رفع بارلر للعريب المحكمة لحتى يبرروا ليشون انتخذوا هذا القرار يعني مثلا أحد الناس علقوا أنه فرايماب شويون عم يحكي عن ناس بلوسي والديمقراطيين بالمركز بالمجلس النواب ناس ثانين قالوا اقتلوا الشرطة اللي عم يحموا أعضاء مجلس الشيوخ ناس واحد ثالث قالك أنه بجانوري عشرين بكانون الثاني عشرين لازم نبلش عملية اغتيال منهجي لكل القادة الليبراليين أنا عندي سؤال بس عمار الفرق بين ده وبين شوت ده بوليس بالضبط اللي كان بيقولها المتظاهرين اليساريين في خلال فترة الصيف واحنا عندنا هنا موقف مطلقة تماما لما الكلام يبقى على مزاجي بقى الكلام حلو وده نفس الاتهام اللي بنشوفه في الفيديو ده مارك زوكربرغ سعيد بأرباحه التي تأتيه من توفير منصة الدكتاتور بشار الأسد الذي قتل شعبه بالغاز جاك دورسي سعيد بدوره بتحريض آية الله الإيراني على القتل الجماعي بشكل صريح ومتكرر هؤلاء الملياديرات تساخرون لا يهتمون كثيرا باستخدام منصاتهم في التحريض على العنف يحتضر زوكربرغ آية الله وبوتين والأسد لأنه يريد العمل في بلادهم تلك الأعمال التي لن تغلق في أمريكا بسبب حضره لترامب بل على العكس تماما هذا السؤال يعني حجم التناقض اللي موجود عند قرارات هذه الشركات السؤال الأكبر من اللي بيحدد يعني مين اللي يقرر أن ده خطاب قرهية ومش خطاب قرهية الأستاذ مارك زوكربرغ مثلا موظف قاعد هو اللي هيحدد في كل منطقة إحنا عندنا مثلا اتهم بيوجه لفيسبوك في منطقة الشرق الأوسط بمحابات الإسلاميين أن الأشخاص اللي متعلقين بالتحكم فيه ما هو مسموح وغير مسموح بكتابته عندهم ميول إسلامية هنتعامل إزاي مع هذه المشاكل هنتعامل إزاي بقى اختلاف وجهات النظر اللي موجودة عند الناس أنا دايما شايف فكرة أن المنع مش حل أن كل ما الحاجات تبقى في الهواء الطرق كل ما تبقى موجودة كل ما دا أفضل لحلها وليس من خلال المن بس في عنا نوعين بالخطاب الحياة إشكاليين نحن بنعرف تماما الخطاب التحريدي على العنف مباشرة اقتل احرق كذا هذا يعني هذا أكيد ما عد صار حرية تعبير حتى بسواء كان في مواقع تواصل اجتماعي ولا لا والخطاب الثاني اللي عادة بصير إشكال هو موضوع الأخبار الكاذبة نحن بنعرف موضوع إنه إذا واحد راح لما كان معجوق وقال حريقة 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 وما في حريقة وصار حالة ذعر فأنه هذا عمليا ما له خطاب محمي بحريات التعبير وهو مسؤول عن الشيء اللي عمله فنشر الأخبار الكاذبة كمان أحيانا في مسئولية بالموضوع لازم يتم نقاش عليها بس هون بالذات منوصل لموضوع الحلول موضوع إنه إذا كيفنا نتعامل مع هاي القصة مين يحط المعايير هل نحن بدنا نتق بمزاجية مارك زاكبرك ولا جاك مؤسس تويتر إنه هن يعملوا هاي المعايير ولا بدأ يكون في شركة مستقلة عنهم تابعة أو مراقبة أو عم تنصق شوي مع الهيئة الفيدرالية للاتصالات هذا هو السؤال بالحقيقة اللي لازم ينطرق أنا أعتقد أن عندنا كذا نقطة هنا عندنا النقطة الأولانية فيه اقتراح دايما بيطرح فكرة التقسيم لمنع الاحتكار وأعتقد أن ده ممكن التعامل في بعض النمازج معها يعني كريس يوز أحد مؤسسي فيسبوك بيكتب مقالة في نيويورك تايمز في 2019 بيقترح فيها عملية تقسيم لفيسبوك زي ما حصل في شركات البترول في بداية القرن أو نهاية القرن اللي قبلية فكرته الأساسية إن فيسبوك وإنستجرام وواتساب يتم تقسيمها إلى تلات شركات ولا يعود هناك هذا الاستحواز على السوق تماما هل نقدر نقسم داخل فيسبوك نفسها؟ ده سؤال ربما أكثر تعقيدا من ذلك بس الموضوع مش مجرد فكرة التقسيم أعتقد إن إحنا فعلا محتاجين رقابة تبقى على فكرة الخصوصية يبقى تم تحديد قدر من المعايير المشتركة بين شركات تواصل الاجتماعي من خلال رقابة حكومية عليهم على ما هو المسموح لهم إن هم يعرفوا عننا وإنه مش مسموح لهم هذا السؤال بمحله أعتقد جاك مؤسس تويتر قال إنه عنده استعداد يتقيد بمعايير عم تحطه شركة مستقلة هو بالحقيقة عم يسعى هلا لتشجيع الناس على تشكيل هذه الهيئة المستقلة لمراقبة المحتوى فأنا أعتقد إنه هذا أحد الحلول الهامة بالحقيقة إنه ما لازم تنترك الأصل لمزاجية أصحاب الشركات لازم يكون في مشاركة لا دافع الضرائب من خلال المؤسسات الحكومية بالموضوع هذا الحوار حيصير بالفترة القادمة وما حيكون حوار سهل على الأطلاق بس أعتقد الأزمة اللي عشناها بالفترة الأخيرة بأمريكا ونساة نعمل نعيشها هي اللي حتدفع باتجاه التواصل لضوابط معينة أعتقد بالقريب العاجل السلطة المطلقة مفسادة مطلقة ونلتقي بكم في حلقة قادمة اشتركوا في القناة